طيب اللوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها بأبرز العنوين من موقع عدل نينج بائع اللحوم في صنعاء آخر سجناء الحوثي ومن موقع الجاردين البريطاني توقف التحقيق في الهجوم على ناقلات نفط قبل قليل من التوصل لإدانة إيران ومن موقع البي بي سي ثمرة تباع في مزاد علني بنحو خمسين ألف دولار في البداية كان الإصلاحيون ثم تبيعهم أعضاء أحزاب أخرى وصولا إلى المؤتمرين وأخيرا بائعي اللحم أو اللحوم في كلها فكل هؤلاء تجدهم في معتقلات ميليشيا الحوثي آخرهم وفقا لموقع عدل نينج سجون ميليشيا الحوثي تمتلئ بالمواطنين وبائعي اللحوم بذريعة الاحتفال بالعيد وفقا للموقع تمتلئ أقسام الشرطة وسجون ميليشيا الحوثي بالمواطنين وبائعي اللحوم في صنعاء بعد أن اختطفتهم الميليشيات بذريعة الاحتفال بيوم العيد وقالت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي اختطفت عشرات المواطنين من مناطق متفرقة في أحياء ومدريات صنعاء أغلبهم اختطفوا من أمام محلات بيع اللحوم أو في المنتزهات وأكدت المصادر أن أقسام وسجون الميليشيا مكتضة بالمواطنين وترفض الميليشيا لفراج عنهم بحجة مخالفتهم لتعليماتها التي قضت بمنع الاحتفال بالعيد يوم الثلاثاء وأجبارهم على العيد يوم الأربعاء في السياق ذكرت مصادر مطلعة أن ميليشيا الحوثي رفضت الإفراج عن مواطنين من طائفة البهرة اختطفتهم الثلاثاء أثناء صلاة العيد من مسجدهم في منطقة سعوان مؤكدة أن الميليشيا الإنقلابية قالت لن تفرج عنهم إلا بعد عيد الأبحى المبارك كثفت جماعة الحوثية المسلحة خلال اليومين الماضيين هجماتها على مواقع الجيش الوطني في محافظة الحديدة التي تشهد هدنة أممية منذ الثامن عشر من ديسمبر الماضي ويعنون موقع يمن مونتر الحوثيون يكثفون هجماتهم على مواقع الجيش اليمني في الحديدة وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة تابعة للجيش اليمني بأن الحوثيين شنوا قصا مدفعيا عنيفا استخدمت خلاله قدائف الهاون عيار مائة وعشرين على مواقع ألوية العمالقة في مدينة التحيطة بشكل كثيف وأشار إلى قيام مسلحي الحوثي بعمليات استهداف مكثفة وإطلاق نار واسع من الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار أربعة عشر ونصف على مواقع تمركز قوات ألوية العمالقة في المنطقة ذاتها وتوصلت الحكومة اليمنية والحوثيين منتصف ديسمبر الماضي إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار والانسحاب إلى خارج الحديدة كما تتولى مسؤولية أمن الموانأ وقوات الأمن المحلية وفقا للقانون اليمنية الانتصار أو الهزيمة هنا لهما ما بعدهما من نتائج وتداعيات لن تتوقف عند حدود بعينها وفي هذه اللحظات التاريخية وحدها يمكن تدارك ما يجب أن نتجنبه من نتائج مترتبة على أي تهميش للموقف مما تسجله الأرض هنا من وقائع بمستوى ما تختزنه من كرامة هذا مقتطف من مقال كتبه السياسي المعروف وسفر اليمن لدى لندن ياسين سعيد نعمان مضيفا في أجزاء من المقال حرب أشعلها الحوثيون وسط اليمن تدور رحاها في الضالع تحصد أرواح الناس يوميا في أبشع صورها وتدمر القرى والمدن ولا تختلف فيها المأساة الإنسانية عن غيرها من المناطق التي يحتج بها دعاة حقوق الإنسان والمجتمع الدولي للضغط لوقف الحرب ويصمتون عنها هنا يحشد لها الحوثيون الآلاف من البشر بمن فيهم الأطفال في حملات تعبوية لا تتوقف ويستخدمون فيها كثافة نارية غير مسبوقة ورمايات صاروخية ومدفعية عشوائية ودرونات على نحو ما يطلق عليه الأرض المحروقة لا يجب أن تبقى هذه الحرب مهملة وعلى هامش الحياة اليومية على النحو الذي تبدو فيه وكأنها معارك هامشية فيما تعد حتى الآن أهم وأخطر ما شهدته هذه الحرب من محطات التصدي للمشروع الانقلابي العنصري الحوثي الذي يحاول أن يتمدد عبر فجوات ومنورات وتقديرات محسوبة بحسابات خاطئة في هذه المنطقة في وسط اليمن التي اختارها الحوثي ليكسر فيها مقاومة مشروعه الغبي لا بد أن يتم وؤد هذا المشروع بروح كفاحية ترتحل في الوطن ويرتحل فيها الوطن من أقصاه إلى أقصاه وهو ما أثبتت هو قائع مواجهة ومجرى الأحداث ومستوى التضحيات حتى اليوم بخصوص أزمة عرض فيلم في تعز عنوان موقع المصدر أونلاين السلطة تعز تتراجع عن قرار منع عرض فيلم عشرة أيام قبل الزفة وقالت مصادر مطالعة للموقع أن وكيل أول محافظة تعز عبدالقوي المخلافي أبلغ إدارة الفيلم ومكتب الثقافة تراجعهم عن قرار المنع وطلبهم بعرضهم في أي وقت وأكد التزام السلطة المحلية والشرطة بتأمين مكان العرض وأثار قرار منع إقامة الفعاليات التقافية والفنية من بينها منع عرض فيلم عشرة أيام قبل الزفة خلال عيد الفطر ضجة واسعة وصاخبة بين السياسيين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت إدارة فريق عروض فيلم عشرة أيام قبل الزفة اعتذرت عن عرض الفيلم في مدينة تعز وعزت ذلك إلى تلقيهم تهديدات مباشرة بالتصفية الجسدية من قبل خطيف في أحد مساجد المدينة ومؤيدين لها يعجز الآباء في محافظة مارب التي تعج بمئات الألاف من النازحين عن الإجابة على أسئلة أطفالهم حول الأماكن والحداق التي سوف يذهبون إليها لقضاء جزء من أوقات العيد قون المدينة تفتقر لأماكن التنزه باستثناء حديقة واحدة لا تستوعب الأعداد الكبيرة من الناس الذين يتوافدون إليها ويعنون موقع المشاهد ند البحث عن فرحة العيد في محيط سد مارب وقال الطفل أسيد أحمد ذو تسعة عوام للمشاهد الحديقة الكبيرة يوم العيد ما تقدرش تمشي داخلها من كثر الزحام ولا حتى تلعب مضيفا الحديقة الصغيرة ولا فيها شيء غير أرجوحات عادية وألعاب حديد نتزحلق فوقها نريد حدائق فيها للعب وطبقا للموقع توجد في مأرب حديقتان صغيرتان أحدهما يوجد فيها ألعاب والأخرى لا يوجد فيها وتكتض يوميا بآلاف الزائرين وأفاد الموقع أن السكان في مدينة مأرب يحرصون على زيارة المواقع الأثرية والمعالم السياحية ليتنزه والتقاط الصور التذكرية وقضاء أوقات ممتعة في إجازة العيد وقال أحد أبناء مأرب إن الذهاب إلى الأماكن التاريخية والأثرية خاصة صد مأرب أجمل بكثير وأفضل من الذهاب إلى الحديقة التي تمتلئ بالزائرين مرت أشهر طوال منذ اعتقلت ميليشيا الحوثي والد أبرار من داخل منزله بصنعاه بدون تهمة ورغم وعود الإفراج ما زال الأب في المعتقل وقد عاشت الفتاة ذكرى يوم ميلادها أمس بكل ألم عبرت عنه في مقال تنشره بالقيس وقالت أبرار عبد الكريم الإرياني لو فتح السجان هواتف والدي ثلاثة ليلة أمس في الحادية عشر والنصف مساء لا ضج المعتقل بمنبهات ثلاثة عنوانهن عيد ميلاد أبرار أي حزن سيصيب والدي إن أدرك أن يوم ميلادي أتى دون أن يتمكن من كتابة رسالته السنوية لابنته ودن أن يترك لها أمانيه لعامها هذا كم من الألم سيتربص بقلب والدي إن جعلوه يدرك أي يوم هو هذا وأي تاريخ تاريخ فرحته الأولى ابنته الأولى وأول شيلانه كما يخبرني كل عام يا الله كم سيحزن والدي إن علم كم بكيت ليلة الأمس حين شغلت هاتفي عند الثانية عشرة ولم أتلق رسالته المنتظرة كم بكيت ليلة الأمس وأنا أتذكر عيد ميلاد العام السابق والفرحة التي عشتها كم بكيت وأنا أتذكر والدي وهو يشير إلى صوري ويذكرني بأي عام كانت تلك الصورة وما الذي حدث لحظة التقاطه لها كم بكيت وأنا أتذكر رسالته العام الماضي ومنشورة كم بكيت وأنا أتذكر لحظة فتحي للهدايا وهو جنبي وتعليقاتي على هذه الهدية وتلك كم بكيت وأنا أتمنى عودة أبي أمس عشان أحكي له كيف تركت من الأصدقاء وكيف خضرت منهم في دقيقة الأولى من هذا العام حين لم أجد رسائل سنوية منهم كم بكيت وأنا أقرأ رسالة أمي اللي بدأتها بكم أبوك بيكون فخور بك وبولادتك لو سمع عن القوى والصبر والأمان اللي مديتي فيه أسرتنا بهذا الظرف الصعب كم بكيت وأنا أقرأ رسالة منار وهي تسألني الصبر والتجلد والشعور ببهجة هذا اليوم رغم عدم وجود بابا بيننا كم بكيت وأنا أقرأ رسائل أصدقاء جدد ختموا رسائلهم لي بأمان بعودة أبي لنا كم بكيت يا أبي وأنا أكتب ما أكتب الآن كيف سخو ياخذك من بيننا وانتعماد قلوبنا كيف سخوهم يشوفوا قلوبنا تنهار في خضم الغياب الطويل هذا كيف سخو يا بابا في رحلة إلى الأزمة يبدأ وزير الخارجي الألماني زيارة لشرق الأوسط تشمل الأردن والإمارات وإيران وفقا لموقع الدي دابليو الألماني فأن الزيارة تهدف إلى مناقشة الحرب في اليمن وعنون الموقع حرب اليمن وأنقاذ النووي الإيراني على رأس أجندة زيارة الوزير الألماني الذي يعتزم الدعوة للتعقل واحتواء التصعيد بالمنطقة وقال الموقع أن وزير الخارجي الألماني هايكو ماكس أو ماس يبدأ زيارة للشرق الأوسط تستغرق أربعة أيام ويستهل الوزير جولته بزيارة الأردن وهو شريك مهم لألمانيا في المنطقة التي تعاني من أزمها ويجري ماس غدا الأحد محادثات في الإمارات تتناول عدة مواضيع من بينها الحرب في اليمن ويقول الموقع تجدر الإشارة إلى أن الإمارات تقود مع السعودية تحالفا عسكريا في اليمن لدعم الحكومة اليمنية في قتالها ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران وفرضت الحكومة الألمانية قيودا على صادرات الأسلحة للدول المشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن علقت صحيفة العرب الجديد حول الأوضاع الصعبة التي يعيشها اليمنيون وعنوانات بدلات المواصلات أو أجور المواصلات تقلص زيارات العيد في اليمن وقالت الصحيفة يشكو مواطنون يمنيون في صنعها من ارتفاع بدلات المواصلات الداخلية في خلال أيام عيد الفطر الأمر الذي أدى إلى حرمانهم من زيارة أقاربهم في العيد رضوان قاسم من هؤلاء ويخبر العرب الجديد أنه قرر تأجيل السفر إلى قريته في محافظة تعز لقضاء إجازة عيد الفطر مع أسرته جراء ارتفاع بدلات أو أجور المواصلات وعدم توفر رقابة من قبل الجهات المعنية من جهته يقول مقداد محمد للعرب الجديد أن كثيرين عزفوا عن السفر إلى قراءهم أو زيارة أقاربهم في المدينة نفسها من جراء ارتفاع بدلات النقل خلال أيام العيد وأضاف يتوجب علينا في العيد زيارة الأقارب لكنني في هذا العيد اعتدرت لهم وهم تفهموا ذلك مات عامل نظافة في عدن منذ أيام وبدلا من إقامة مراسيم تشييع تليق به فقد توفي أثناء آداء عمله تم نقل جثمانه إلى المقبرة بوسطة سيارة تابعة للنظافة وقد أثار ذلك غضب أهالي المدينة جمال حيدر كتب مقالا في عدن الغد مستنكرا ما حدث وما يمثله عمال نراهم ولا نحس بهم أراهم في الشوارع دائما يباغتني سؤال إجابته مخيفة جدا ما هو الضامن لكي يستمر في خدمتنا وما هو المغري لكي يلتحق آخرون بهذا العمل الشاق والأكثر أهمية للإنسان والبيئة أتحدث هنا عن عمال النظافة أما الإجابة بالطبع لا شيء يضمن استمرارهم في ظل ما يعانون من هضم لأفسط حقوقهم نظير جهود تفوق مهام أكبر مسؤول في الدولة ولا شيء يمكن أن يغري آخرين لمجرد التفكير بالعمل في ذات المجال نحن شعب ما زال يزدرئ عامل النظافة نحن الشعب الذي لا يتحلى بأدنى وعي بيئي ما نزال نؤذي من يعمل بالنظافة عامل النظافة الذي مات في عدن وهو يؤدي عمله وتم نقل جثمانه بسيارة نظافة أسوأ تجل لتعاملنا جميعا مع أهم شريحة في المجتمع عامل النظافة هذا هو أنقى وأطهر من ألف مسؤول في حكومتنا عامل النظافة هذا قضى حياته في خدمتنا وبدلا من أن نكافئه على الأقل بتكريمه بالدفن دفن جسده في سيارة اعتاد أن ينقل بها القمامة وبرغم اللافتة الإعلامية والتفاعل الإيجابي مع القضية إلا أننا كإعلاميين لم نصل حتى الآن إلى اسمه وهذه مأساة اجتماعية أخرى شخصيا بدأت مسيرة الإعلامية المتواضعة بتقرير تلفزيوني عن عمال النظافة في اليمن حاولت أن أسلط إضاءة إعلامية خفيفة على زوية معتمة يتحرك فيها رجال النظافة هذه الشريحة التي أوكلت لها مهمة تنقية حياتنا من شوائب البيئة تعاني من ظلم دولة يتمثل في هضم حقوقهم ومن ظلم مجتمعي يتمثل بنظرة ازدراء ودونية غير أننا اليوم أمام قضية كبيرة أثارها موت عامل النظافة هذا وينبغي أن تكون قضية رأي عام ضاغط على الحكومة لتحسين مستوى معيشة عمال النظافة وتقدير جهودهم إلى صحيفة الجارديان التي نشرت تقريراً لمراسلها للشئون الدبلوماسية باتريك وينتور بعنوان توقف التحقيق في الهجوم على ناقلات نفط قبل قليل من التوصل لإدانة إيران يقول وينتور أن تحقيقاً دولياً في مجلس الأمن الدولي توقف بشكل مفاجئ قبل التوصل لإدانة إيران بالهجوم على أربع ناقلات نفط في الخليج الشهر الماضي حيث توقف التحقيق عند الإشارة إلى أن دولة معينة دون تسميتها هي المسؤولة عن الهجوم ويضيف وينتور في التقرير الذي ترجمته البي بي سي أن الإمارات والسعودية والنرويج قدموا نتائج أولية للجنة التحقيق خلال اجتماع مغلق لأعضاء مجلس الأمن قبل عرض النتائج النهائية للتحقيق على أعضاء المجلس ليقرروا الرد المناسب يوضح وينتور أن الولايات المتحدة قالت أن إيران في الغالب هي المسؤولة عن الهجوم على ناقلات النفط قرب السواحل الإماراتية وقدمت تقريرا مختصرا يشير إلى الطبيعة المعقدة للهجوم لكنه لم يوجه اتهاما إلى إيران ويشير وينتور إلى أن الإمارات ربما تكون راغبة في الانتظار قليلا حتى ترى إن كانت أي أجهزة استخباراتية غربية قادرة على توفير معلومات تثبت التورط الإيراني في الهجوم عبر أدرعها في المنطقة سواء الحوثيين أو غيرهم بيعت في مزاد خيري في تايلندا ثمرة أو ثمرة دوريان فاخرة بعد أن حازت على لقب ملك الفاكهة بمبلغ هو الأكبر وعنون موقع البي بي سي ثمرة تباع في مزاد علني بتايلندا بنحو خمسين ألف دولار أمريكي وتنقسم الآراء حول ثمرة دوريان إذ يرى البعض أنها ملك الفاكهة بينما يرى آخرون أنها الفاكهة ذات الرائحة الأسوأ على الإطلاق يقول الموقع ثمرة دوريان الشائكة تعد صنفا من الطعام الفاخر في معظم أنحاء آسيا ولكنها كذلك مثيرة للجدل فيما أنك تحبها أو تكرهها بشدة وبسبب رائحتها الكريهة النفاذة تمنع دوريان في المواصلات العامة والفنادق والطائرات في بعض البلدان في بعض البلدان ووفقا لتقرير أو تقارير أعلامية قطفت الثمرة الفاخرة من إحدى المزارع المحلية لكي تباع في مهرجان ملك دوريان في تايلاند قبل يوم واحد فقط من موعد المهرجان وقال منظم المهرجان أنه في الوقت الذي قد تكلفك ثمرة دوريان من النوعية الجيدة ما بين خمسين إلى مئة دولار فإن المبلغ المذهل الذي دفع نهاية الأسبوع الماضي كان ضعف السعر القياسي السابق الذي حققته في تاريخ المزاد صحيفة الجاردين البريطانية نقلت عددا من الأحداث التي دارت في مناطق مختلفة حول العالم عبر الصور التي وثقاها المصورون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المنافسة لم تعد اليوم مقتصرة على الصورة والكلمة فقط بل دخلت الريشة فيها عبر فن الكاريكاتير الذي يختصر ألاف العبارات ومئات الصور في رسمة واحدة ترجمة نانسي قنقر بهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كوشك الصحافة نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء